بسم الله الرحمن الرحيم للكبار اللي زي بنقلك خبرتي في رحلة للإسترخاء وتخلص من التوتر وزبط مودك وروأ اتفرج على الفيديو وشوف الجمال والروآن أحلى رحلة أحلى هدوء أحلى روآن شكرا خالد زكي في المكان الجميل ده أومار رجيء نحن في سيوة دي قرية تغاغين في جزيرة كده الوحدها على محيرة أول مرة أشوف في البحيرة ناشات بحري اللون المية يعني يا ريت اللي بيصور يجيب لون المية يا ريت اللي بيصور يجيب لون المية وجو نضيف درجة لقاء عالية جدا 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 ولون السماء مع المية يعني بصراحة الوحد حاس أن هو في عالم تاني مش واخد عليه في القاهرة نشوفه النقاء ده السماء مع الأرض مع الصفاء مع البحيرة دي مع الجبال مع معاشرة ناس هنا يعني التعامل معهم حلو قوي وحاجة ريلاكسينج بجد بجد أنا بعمل فيديو ده عشان يعني بحول أقول للناس الكبيرة في السنة زي كده أن في أماكن في سيوة ممكن يستمتعوا بها جدا 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 هي بس يعني أكتر حاجة بتبقى فيها صعبة شوية هي السكة لكن غير كده شوف القاعدة دي تساوي رحلة سفر ولا من تاني ممكن يلاقي في مصر مكان بالحلاوة دي والهدوء ده والصفاء ده والجو الجميل ده مفيش توشة مفيش مزيكة عالية مفيش الهبد اللي في القيارة ولا في أماكن تانية يعني فعلا أنا عايز أشجع الناس اللي هما في سني بجد يجوا يستمتعوا يعني استمتعوا رهيب مش هتعملوا بقى الحاجات تحت الشباب اللي فيها بقيت شعبات جبال وينزلوا ويجري بالصحرة والحاجات دي كلها لكن فيها حاجات تانية كتيرة جدا ممكن تستمتعوا بالذات لو جيتوا مع الناس بتحبوهم جيتوا مع أصحابكم اللي هما قريبين جدا من قلبكم اللي تقضوا مهم وقت حالو ده هنا مكان تقضي فعلا وقت حلو جدا جدا مع الطبيعة ومع أحبابك ولو عرفته يعني تلزموها أو تجبروها جروبات أو تطلعوا مع ناس أصدقائكم يعني حتى بذكريات حلوة جدا جدا في أماكن هنا بعيدة عن إزعاج أه عايزيت نزعاج فيه إزعاج فيه كل حاجة بس ده مكان بصراحة أو مرة جيه يعني لا ما حصلش بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وعد شوفوا شريط تاني وأنا الحمام بي يأكل من إيدي يعني الطبيعة المتناهية يلا تفرجوا شوي بقى وهتركوا إلى الفيلم هتشوفوا كل الفيديو إن شاء الله شكرا